السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبيب عاملين ايه يا رب كنوا بخير وبصحة وعافية سنية كباب حلة طحفة عملت شوية لحمة بصلة تستايل بققوكو حبيب قلبي كنا صايمين بقى وقلنا نعمل بقى لقمة ترم عدمنا وتسند قلبنا حبيب قلبي كل سنة وانتو طيبين يعود عليكم وعلينا وعلى امة المسلمين بخير وزاي ما انتو شايفينها على فكر انا بحب اللحمة بتبقى بشدة انا بتاعد زمان مش بتاعد دلوقتي الدايبة دوب لأ حبيب قلبي يلا بنا نشوف هنعملها ازاي نبدأ كلامنا بالصلاة عن نبي ونسمى باسم الرحمن معايا كيلو من اللحمة قطعته قطعة صغيرة زي ما انتو شايفين كده حبيب قلبي الكلو اللحمة بتحط عليه كيلو بصل هتعملي نص كيلو لحمة تحط عليه نص كيلو بصل البصل يبقى كتير يا ويدة لأ احنا كده متعودين والبصل ما بيبانش بيدوب معاها حبيب قلبي انا مقطعه جوانح زي ما انتو شايفين كيلو بصل على كيلو لحمة حبي الطماطي مقطعه مكعبات قرنين فلفل رومي مقطعه البهارات بتاعتنا بابريكا فلفل اسود بهارات لحمة روزماري كوزبراناشفة زردة قرفة ملح طنبودرة كل حاجة معلاقة كده تكون صغيرة والملح ما تكطرهوش معلاقة صغيرة برضو وزردة قرفة بسيطة جدا ما تخافوش مش هتبان طعمها بس بتدي طعم حلو جدا كل التوابل دي حكتها على البصل الخطوة دي لازم اعملها تبلت البصلة بالتوابل بتاعتنا وهركناها على جامل نحضر بقى طوصة صنية حالة ايه اللي عندي؟ هنزل فيها بمعلقتين من السمنة جبار هخلي السمنة تقدح او تسخن جدا وهنزل باللحمة بالشكل ده هبعيتها عن بعد كده حبيب قلبها علشان عايزها تاخد صدمة علشان ما تنزلش المية بتاعتها مش هقلبها الا ما لقيها اللون هغير من تحت واتشوحت معايا من تحت هقلب فيها علشان كلها تتشوح معايا اول ما لقيها اتشوحت وخديت اللون اللي انا عايزها هكون محضرة البصلة اللي احنا تبناها في الاول هنزل بيها عليها على اللحمة حاجة سأله بسيطة ولا لأ كل سنة وانتوا طيبين ما بنعملش الصعب يا حبيب قلبي هتقلبي فيها حلوة جدا لغاية ما البصلة تتبل معك دبلت معاك هنكون محضرين الطمط ماية اللي احنا مقطعينها مكعبات وارنيني الفلفر الرومي عايزة تحطي بدل الفرفر الرومي حامي براحتك في الوقت دوت خلاص انا قلبتها كزمار حبيب قلبي هحطي عليها معلقة سياسوس ومعلقة دبس الرومان بيخلوا الطعم تحفق بيودوا الصينية حتة تانية خارجة انا ما كنتش على فكرة باستعملهم الاول بس من ساعة ما استعملتهم حتى في الفرق بصراحة الطعم بيبقى خطير في الوقت ده روحتي منازلة بكوبيتين مية قلبتها تقليبة وهغطي عليها هوطي عليها عين البتجاز عشان اللحمة تستوي خلو بالكم اللحمة ناية خلاص ابص كده عليها اشوف اللحمة استاوت معايا ولا لأ وبص السوس ده بناكل في اكل حبة رزي بقى جنبه طحفة شفت اللحمة لقيتها لسه ما استاوتش سبتها شوية بس ما غطتش عليها علشان السوس اللي فيها ده يهدى شوية او يقل شوية خلاص لقيتها استاوت حطيت عليها معلقة فلفل اسود وحطيت ملحة ده قلبي بس ما تصورتش اللقطة دي في الوقت ده عينها احطها تحت الشوية تحت الايه الشوية وخرجت بالمنظر ده مفيش ما خادتش خمس دقايق تحت الشوية وتلعت تحفة تحفة مش با مش باقول كلام واكسم بالله طعمها حلو جدا حبايب قلبي غرفتها بقى وعملنا جنبها شوية طرس زبيض هتعمليه بشعرية براحتك حبايب قلبي اتمنى حبايب قلبي اللي تفرج عالفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير ولا مش متارك يشترك اشبكم في رعاية الله شكرا